جيمي نبتلي معاك لقطتين حلوين نختم بيهم الحلقة من الأرض بصك كريم لازم ندي النادي الأهلي حقه النهاردة وعلى أنت عليها ومحمول مش على عليها لازم ندي للنادي الأهلي حقه النهاردة النادي الأهلي هو فخرة صناعة المصرية بلا شك النادي الأهلي هو قوة الرياضية الناعمة للدولة المصرية بلا شك ده مش كلامنا لما جاء لقى النهاردة لو نعرض الصورة بتاعة الصفحة الرسمية للريال مدريد أو الصورة بعدها بتاعة الماركة وصورة تالتة على خناءة لطيفة ما بين أمريكا ومشجع مكسيكي عندما تيجي النهاردة تتكلم صفحة ريال مدريد يا كريم اللي عليها 132 مليون بني آدم النهاردة بنتكلم على أنه موجهة النادي الأهلي في نصف نهاية كأس العالم للأندية وقبلها كان فيه تهنئة للنادي الأهلي بتجاوزه للسياطل وصعوده لنصف النهاية بتتكلم على 132 مليون بني آدم النهاردة بيعرفوا ميني النادي الأهلي المصري فلما نجي نتكلم على النادي الأهلي المصري النهاردة أنه بيتذكر في البيتج الرسمية لصفحة ريال مدريد وكان قبلها يمكن الصورة من الحقشة نعرضها بتاعة الماركة الماركة يا كريم اللي بيدخلها يوميا 70.80 مليون بني آدم حول العالم النهاردة بيتكلموا على أن الملك الإفريقي المصري النادي الأهلي نتكلم على الصورة دي النادي الإفريقي المصري النهاردة هيواجه العملاق المدريدي ريال مدريد وعلى ريال مدريد الحذر لأن الأهلي عنده القدرة أنه يعمل مشاكل كتير للأهلي المدريد أخيرا دي صورة ومنوشة ما بين مشجع أمريكي ومشجع مكسيكي فالمكسيكيين كانوا النهاردة بيسخروا أن سياتر اتغلب فرد عليه مشجع أمريكي وقال له على الأقل إحنا النهاردة باللاعب النادي الأهلي كامل نكاية عن البطولة الماضية الأهلي كسب منترية ومنقصة من أكتر من نص فرقيته كانوا موجودين مع منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا ده النادي الأهلي واللي يستحق ده جميع السامي اللي 11 لعيب اللي ملعبوش لما كان ما بين بقى محمد شنوي اللي الناس بتاعتني كانت مع محمد اللي كانوا موجودين مع مصاب وأكرم توفيه كان جايله وصديده اللي هو حرفيا لنتعيني ولا عيدك ده الهم بتعيني وطايلة والهم مين بقى عليهم الهم بقى للنادي الأهلي طبعا شراب تاجمي ألف مبروك يا كريم النادي الأهلي مفسوط كنت موجودا النهاردة مبسوط لأنه النادي الأهلي ومصر يستحقوا أن احنا نبقى موجودين بالشكل ده في كل العالم